السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكاربية مرحبا بكم في إحدى حلقات التعليم الفني من مسبيرو التلفزيون المصري أبنائنا وبناتنا إن شاء الله راكم بالتوفيق جميعا ويا رب احفظ بلدنا لنا ولكم ولأهلها أجمعين أبنائنا وبناتنا النهاردة مادة الرسم الفني والرسم الفني بالنسبة لنا خدنا فيه بعض الرموز والمصطلحات في بداية الحلقات في قناتنا قناة التعليم الفني وبدأنا بتعريف هذه الرموز والمصطلحات اللي احنا إن شاء الله حنستخدمها كثيرا جدا في حياتنا العملية بعد التخرج وأثناء الدراسة بدأنا ببعض الدوائر البسيطة اللي هي دائرة تغذية مؤلد أو دائرة مؤلد وجه واحد كنا دخلنا في الحلقة السابقة وشرحنا فيها بدايات الحلقات أو المؤلدات التوافقية الثلاثية الأول الدائرة الخطية والدائرة التنفيذية كان فيه جزئية وقفنا عندها في الحلقة السابقة إلى الفرق بين المنتج الثابت والمنتج الدائر على الرسم طبعا خدنا عشان نذكر بعدين هذا الكلام وشرحناه فيه مادة الآلات الكهربية والوقاية وقلنا الفرق بين المنتج الثابت ولماذا يفضل وقلنا فيه أربع خمس بنود إن احنا بنقول يفضل أن يكون المنتج الثابت في المؤلدات التوافقية أو بسيغة أخرى وأن يفضل أن تكون الأقطاب يعني العضو الدائر في المؤلدات التوافقية أبنانا وبناتنا النهاردة هنشوف رسمتين نفرق ما بين الدائرة بتاعتنا سواء المنتج ثابت أو المنتج دائر هتفرق كتير هتفرق كتير مع حضراتك كتير جدا في منهجنا في الرسم مع بعض كده على شاشتنا الجميلة هنا شاشة قناة التعريم الفني من التلفزيون المصري هتبايل لنا دائرة مؤلد توفقية الثلاث الأول تغذى ملفات أقطابه تغذى ملفات أقطابه من مصدر طيار مستمر اللي هي البطارية المنتج والعضو الثابت هنلاحظ فيها كويس جدا المنتج والعضو الثابت كيفية رسم الدائرة الخطية والتنفيذية ثم الرسمة اللي بعد كده ان شاء الله هناخد فيها الدائرة اللي هي بنقول المنتج والعضو الدائرة أبنانا وبناتنا هنبنركز فيها قوي ويمكن الحلقة اللي فاتت ختمنا بيها وبنعيدها تاني لأن من النقط اللي الطالب أو الطالبة بيتلغبط فيها أثناء أداء الامتحان لأنها بتبقى جزئية بسيطة جدا في الدائرة الخطية أما الدائرة التنفيذية فتختلف كلية تعالي نشوف مع بعض شاشتنا الجميلة النهاردة الدائرة الخطية والتنفيذية لمولد توافقي ثلاث الأوجو دو منتج ثابت دو منتج ثابت وبعد كده نشوف نراحس كده أبنانا وبنانا الخط اللي قدام مني هنا قادي الباور سبلاي 220 فولت ثلاث الأوجو وقادي الفيوز اللي هي المصيرات عليها ثلاثة ثم مفتاح السكينة ثلاثة اللي هو طبعا مفتاح يدوي ثم الدائرة اللي هنا دي هي دي اللي احنا بنقول عليها بنركز عليها دائرة المؤلد ثلاث الأوجو طيار متردد تتصل ملفات العضو الثابت دلتا وهنا التغذية نقب بنا من جزئية الخط اللي تعدى مصد سنتين هتفري كتير قوي 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 معكم أبنانا وبناتنا ثم التغذية عن طريق مصدر الطيار المستمر دائرة انتكارا اللي هو دايما بيكون وجه واحد نلاحظ الدايرة كويس جدا في الرسمة نلاحظ الدايرة كويس جدا في الرسمة الخط اللي انت شايفه دوت بص بالنسبة لي هنا اللي هو الخط الواصل من التغذية لملفات الأقطاب إلى من مصدر الطيار المستمر إلى ملفات الأقطاب بص الخط ده هنا لان في الدار اللي بعد كده هتعرف الفرق تعالوا ننفذ ادي التلات باور سابلاي التلات مصيرات وطبعا السمك معروف والتلاتة على استقامة واحدة السكينة اليدوية اللي هي بالنسبة ل سلاسية الأوجو تعالوا نشوف توصيلة الدلتا بهذا الشكل اللي هي ملفات العضو الثابت بصوا الدلتا هنا عامنا ازاي في بعض أبنانا وبناتنا وإحنا شرحناها في الحلقات السابقة إن إحنا ممكن نرسم التلات ملفات ودي هنبينها لكم هنا على الشاشة مع بعض إن التلات ملفات هنا لو حطناهم جنب بعض وشوفنا التوصيلة بتاعتهم هكون بالشكل اللي إحنا هنشوفه بالنسبة لنا دلوقتي الثلات ملفات قدام مني بالشكل ده لو أنا عملت التوصيلة بالشكل ده توصلت الدلتا بالنسبة لي ببداية مع نهاية بداية مع نهاية بداية مع النهاية بالنسبة لي بالشكل ده دي بالنسبة لي هتقول ان هنا الدنيا بالنسبة لي دي كده دلتا دي كده دلتا يبقى الشكل اللي على الشاشة موجود برضو بالطريقة المسلسية اللي احنا بنقولها الشكل قدام مني بالشكل دوت اللي اتنين صح في الامتحان ابنانا وبناتنا ما تطلق بطش اللي اتنين صح طب انت ليه بترسم دي او بترسم دي في بعض ابنانا الطلبة بيحب يرسموها بالشكل ده فبنقوله لو انت دي بالنسبة لك في شغلك هتبان معك قوي اشتغالها وهتدي لك رسمة مهندس او مهندسة ودي محببة الى قلبك اللي اتنين واحد يبقى لي توصلت الدلتا سواء هنا او هنا اللي اتنين حاجة واحدة تشتغل عليهم تعالوا نرجع لشاشتنا هنا ونشوف الدايرة بتقول ايه هذه توصلت الدلتا ثم ملفات الاقطاب ملفات الاقطاب هي المسؤولة عن برافو عليكم لا في ناس مذاكرة معنا توليد المجال المناطيثي ثابت القيمة ولكنه متردد في الاتجاه لا ده هنا ثابت القيمة والاتجاه ليه قلت متردد ورجعت وقلت مستمر انا بغزي ملفات الاقطاب بطيار مستمر والسؤال ده سألناه ابنانا وبناتنا بفدت الالات اعلل واللفز خدوا بالكم منه كويس اعلل تغذى ملفات الاقطاب للمولد طيار متغير بطيار مستمر بعض ابنانا وبناتنا في اداء الامتحان بيتلغبط ومن السرعة في الاجابة ركز في السؤال كده علل تغذى ملفات الاقطاب لمولدات الطيار المتردد بطيار مستمر في بعض الناس يكون تايعا يقولك ايه اللي جاب ده لده لا احنا بنقول هنا للحصول على مجال ثابت القيمة والاتجاه وقدرات متبينة متبينة يعني مختلفة يبقى هنا التغذية لملفات الاقطاب للمولدات التوافقية عن طريق الطيار المستمر والطيار المستمر عندي ثلاث انواع او اربع انواع كده البطارية او مولد الطيار المستمر او بالنسبة لي اللي هي دائرة التوحيد الطيار المستمر المتردد الى الطيار المستمر اللي بنسميها التغذية النفسية او تأفير اسمي ذاكرها التغذية المركبة او التغذية بدون فرش يبقى هنا الدائرة قدام شاشتنا الجميلة هنا بتقول ادي الدائرة اللي هي السلسية الاوجو وادي هنا حلقات الانزلاق مع العضو الدائر ركزوا او في النقطة دي لانها نحتاجها في الرسمة اللي جاية ملفات الاقطاب مع حلقات الانزلاق لانها العضو الدائر ثم مقاومة متغيرة للتحكم في قيمة الطيار المستمر ثم المفتاح ثم الفيوز وهدي الباور سبلاي للطيار المستمر هو البوستف والنيكاتف طيب الدايرة دي اتقابرة عن ايه منتج ثابت لو انا قلبت هنا لو انا قلبت هنا بالنسبة لي حتى المفروض ان يبقى فيه طيار او منتج دائر منتج ايه دائر حانا نشوفها لكم دلوقتي اهه ايه رأيكم بقى ايه الفرق ما بين الدايرة دي والدايرة اللي فاتت ايه الفرق ما بين الدايرة دي والدايرة اللي فاتت تعالوا احنا ركزنا فيها اوي خدت بالا كده الخط بتاع الدايرة الخطية هنا كان بالنسبة للطيار المستمر داخل لغاية ملفات الاقطاب هنا الطيار المتردد واخد من الجنريتور الدائرة الصغيرة تبلق لناها بالبلد كده عشان نفهمها اقول بص على الخط اللي واصل من مصدر الطيار المستمر بص على الخط اللي واصل من الطيار المستمر للدايرة الكبيرة يبقى المنتج والعضو الدائر للدايرة الصغيرة يبقى الاقطاب هي العضو الدائر بنقولها كده كشرح ابنان يا باباتنا بقول هنا خط اللي جاي من مصدر الطيار المستمر على الدائرة الكبيرة يبقى المنتج والعضو الدائر طب لو داخل لغاية الدائرة الصغيرة يبقى الاقطاب هي العضو الدائر تالي كده وضحت شوية ان احنا بنقول لها حتى ايه? يعني بالشرح كده مع بعض. طب ايه اللي فرق? ده فرق كتير اوي يا مستر. اه? ان الاكتاب لما تكون العضو الداير يبقى عندي حلقتين انزلاق فقط لغير. حلقتين انزلاق. طب لو المنتج هو العضو الداير وعندي تلات اوجه. بصوا كده على الرسمة على شاشتنا هنا في قناة التعليم الفني. هطلح استغيير كبير قوي. خدت بالكم من الدلتة? عليها تلات حلقات انزلاق. والدايرة على المنتج. اصبح كده المنتج ايه? هو العضو الدائر. المنتج والعضو الدائر. مجيش بقى تاني وحط حلقات انزلاق مع ملفات اين? الاقطاع. الفرق هنا خط نص سنتي. نص سنتي. ولذلك بنقول نركز. نركز فيها قوي. الفرق نص صمتي. على الدائرة كبيرة او الدائرة الصغيرة. دي احنا بنقولها بالبلد خالص. لديرة المنتج او دائرة ملفات الاقطاع. فرقة في الرسمة الخطية والتنفيذية. او فرقة. في الرسمة الخطية نص سنتي. لكن في الرسمة التنفيذية. الدائرة تحطط على ملفات المنتج ولا على ملفات الاقطاع. بقى حلقتين انزلاق? ولا تلات حلقات انزلاق. نفس نظرية العمل. نفس طريقة التغذية. تفرق في المنتج الثابت والمنتج الدائر. تعالوا نشوف مع بعض كده تأكيدا على الدائر اللي قدام مننا. خدت بالك هنا الخط اللي جاي من على الدائرة الكبيرة. نبقى ده هنا المنتج والوضو. الدائر. والدليل انه عندي ثلاث حلقات انزلاق. في دائرة تانية ودي الدائرة اللي احنا اخدناها اللي هي كنا رسا بنقول كيفية تغذية ملفات الاقطاب. كنا قلنا البطارية اللي هم الخطين البوستيف والنيجاتيف. ثم دائرة مولد الطيار المستمر. ثم دائرة التوحيد. هنشرح الدائرة الخطية. وبعدين هنقول لك ازاي بتتم? وهقول لك ليه القيمة بتاعتك في الموحدات. دايما بتقابلنا مشكلة مع طلب الدبلوم. ما زكروش او في سنة تانية في دوائر الرسم. اجهزة القياس. اجهزة القياسة مستر فيها خطوط كتير قوي. لو احنا رجعناها لاصلها توصيل التوالي ثم توازي. الملف الطيار توالي وملف الضغط توازي. ونمشي مع الرسمة بخطوط معينة. وهنعملها لكو هنا على شاشتنا بالالوان. وهنشوفها انها سألة جدا. لان بتبقى احدى المشاكل لابنانا وبناتنا في طلبة الدبلوم اللي هما متدربوش عليها كويس. زملائنا الافاضل في المدارس بيشرحوها كتير جدا. احنا اولادنا دايما يبقى هندهم حتة انه عايز يبقى يجيب درجات عالية فبيتسرع الخطوط بتخش في بوضع. تعالوا نشرح دائرتنا اللي قدام من دائرة مؤلط طيار متردد سلاسل اوجه. يغذى عن طريق التغذية الذاتية بتوحيد الطيار المتردد الى طيار مستمر باستخدام موحدات او ست موحدات. ما نحستوش حاجة? قلت ست موحدات ما قلتش تلاتة. لان حضركوا خدتوا السنة اللي فاتت توحيد الموجة الكاملة عن طريق اتنين او القنطرة اللي هي اربع موحدات للوجه الواحد. اما الثلاثية الاوجه هنشرحها مع بعض هنا لست موحدات. تعالوا نشوف شاشتنا كده طلعت لنا الرسمة عبارة عن ايه? ادي الخط بتاعه بالنسبالي ثم المصيرات وهنا القاطع اوتاماتيك. طبعا مدام متوصل التوالي بقى محول طيار براف عليكم. محول طيار. ثم محول طيار مع محول جهد. في بعض الكتب يسموه محول متعدد الاطراف او متعدد الملفات الثانوية. فبنقول هنا لانه متصل التوالي فبنقول محول طيار مع محول جهد. وهنا الموحدات. ثم الى ملفات الاقطاب. خدت بالك هنا? اه دي الاقطاب هي العضو الدائر احنا عرفنا براف عليكم. ثم ملفات المنتج ومتوصلة نجمة. الدائر دي بتعتمد على ايه? لو حد يفاكر ان احنا خدنا طرق التغذية في ملفات الاقطاب للمولد التوافقي. في مادة الالات. ايه هي? خدنا طرق التغذية صح? براف عليك. التغذية الخارجية. ثم التغذية النفسية. ثم التغذية المركبة. ثم التغذية بدون فرش. التوصيلة اللي قدام مننا على شاشتنا. ولذلك بنقول دايما مادة الرسم ومادة الالات بيكملوا بعض بنسبة جديرة جدا. التغذية اللي امامنا هي التغذية النفسية. فيه شرط صغير في التغذية النفسية. اللي هي التغذية اللي هي المغناطسية المتبقية. باعتمد على ان المولد ده اشتغل قبل كده. بجيش ما عنديش طيار تغذية. بدوره بالالة المديرة. بينتج قوة دفع كارابية صغيرة جدا. طيار متردد. فكرنا بيها حاضر. حضرتك وانت بتطفي التلفزيون بيدفي مرة واحدة. ولا بيجمع. معنا ذلك ان فيه المعدن اللي جوه احتفظ ببعض المجالات المغناطسية. لو قربناها شوية. لو قلنا الراديو هو شغال. الراديو هو شغال وجيت تشيل الفيشة بتاعتك. هتلاقي فيه بس عايزة دقها شوية تلاقي فيه كلمة او كلمتين كمله. بعد ما شلت الفيشة اه. بتاخد حوالي ثواني. دي ابن اعتمد فيها ان المعدن اللي داخل الجهاز. احتفظ ببعض المغناطسية المتبقية. باعتمد عليها انا في تشغيل المؤلد ذو التخزيات الذاتية. بدور المؤلد تبيديني هنا نسبة بسيطة جدا من القوى الدفع الكربية المترددة. انا بركز اوك. المترددة. بابتدي احصل على هذه الكمية صغيرة جدا. وعمل لها عملية رافعة عن طريق محولات الضغط والطيار. اصبحت لها قيمة. ابتدي مررة على الموحدات. الموحدات ابنائنا وبناتنا قلنا ست موحدات. ودي معلومة لولادنا كلهم وبناتنا كلهم يا ربك ان شاء الله تكاملوا هندسة جميعا. ان عندي لو تلات موحدات بتديني ستة وسبعين في المية من القيمة. ولو شرحناه بالارقام مع حضرككم. لو انا عندي تلات موحدات بيدوني ستة وسبعين في المية من القيمة. يعني ايه? قال لي لو انت مدخل هنا ميت فولت على التلات موحدات ميت فولت في ستة وسبعين من مية تطلع لسبعة وستة من عشر فولت. معنى زلك القيمة قلت. اب طب لو حطيت ست موحدات. هتديني هنا واحد خمسة وتلاتين في المية من القيمة. يعني انا لو عندي الست موحدات ده ربط في اللي هنا بالنسبة لواحد خمسة وتلاتين في مية. هيطلع لي مية خمسة وتلاتين فولت. القيمة زالت? ولا ما زالتش اهو زالت. يبقى الافضل عندي في القيمة اللي انا شغال عليها. امرر على تلات موحدات ولا على ستة? تمام? ده القيمة صغيرة انا هصغرها. ده هي نتجة من المغناطسية المتبقية عايز عليها شوية. وده اللي حصل في دائرتنا اللي على الشاشة. الدائرة اللي على الشاشة بتقول عندي هنا ان انا عندي ستة موحدات. بدور المولد بالالة ايه? المديرة. بينشأ مجال مغناطيسي قليل جدا. يعبر الصغر اللوية. يقطع ملفات المنتج. والقوة دفعة كعربية مترددة. امرر على مين? على مجموعة المحاولات اللي هو الملف المتعدد. محاول متعدد ملف السانوي. يبتدي نسبة بتاعته تعلى. ابتدي مرر على مين هنا? على الموحدات. يتحول من طيار متردد الى? ترفع عليك الى طيار ايه? مستمر. القيمة عالية? اه عالية. تمام? القيمة عالية. اصبحت هنا القيمة عالية. ابتدي غزب يمين ملفات الاقطاب للمرة التانية. اصبح بعد ما كان ملفات الاقطاب ليس بها طيار اصبح لها قيمة طيار مستمر. تبتدي تزيد المجال المناطيسي وتزيد القوة الدفعة الكعربية. طب ايه المشكلة عندنا اللي حضرتك قلت لها. هقول لحضرتك اللي هي اجهزة القياس. اجهزة القياس ابنانة وبناتنا فيها مجموعة كبيرة جدا. هنبتدي نرسمها قدام مننا بالتفصيل على اساس ان احنا نخدها مع بعض كده في خط بسيط. الاول هاخد الخط بتاعي اللي انا هشتغل عليه. خط خفيف جدا. لا يرى بالعين. ابتدي حط هنا مسلا اوضع اوارسم تلاتة اميتر. انا هرسم الاجهزة بس مش هرسمها تاني. يعني الناس ايه تركز معانا عشان مش هنرسم الكلام ده تاني. الا ازا طلب مننا لان انتو ابنان وبناتنا هنرسمها زي ما انتو عايزين. ادي تلاتة اميتر احط هنا معايا. اوضع معايا هنا. جهاز قياس معامل القدرة. وكمان جهاز الواطميتر. انا بكبر الدوائر عشان تبقى مع حضراتكو اوي. وكمان معايا جهاز قياس التردد. يقول فريكو انسي عندي. ثم الفولتاميتر. الزكاء في الرسمة ان انت دايما بنقول لحل المشكلة فتتها. دايما لحل المشكلة فتتها. طب انا لا هرسم الالوان بتاعتي. ده اميتر. هقول هنا ده اميتر. باللون الاحمر هنا كده. زي ما واضح مع حضراتكو. وقادي الاميتر بالنسبة لي. ده هنا اميتر. ده هنا كوزاين فاي. اللي هو جهاز قياس معامل قدرة. في ملف واحد توالي. طب ده اميتر تلت او. في ملفين توالي. وهقف على كده. هقف على كده. دي وقفت يا باش مهندس حاولي سيادتك تلوقتي هني اعمل ايه? هنجيب مع بعض التلت خطوط بتوعي. كل واحد فيه طبعا محولات الطيار. طبعا عارفين محولات الطيار بتوصل ايه? توالي. فادي ملف الطيار وادي ملف. ادي الملف الابتلاء ودي ملف السنوات. عندي كم ملف طيار يا سيدة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ست ملفات طيار. طبعا عندي كم محول? واحد يقول لي ستة. هما تلاتة. واحد اتنين تلاتة. يبقى كل محول طيار ياخد كام ملفين. لو انا روح تعامل التوصيلة بتاعتي بالشكل ده كده. لو خط نيوترل بالنسبة لي فيه الرسمة اهو. خط نيوترل وهاخده من هنا كده. واتدي له الارض بتاعي اللي هو واحد اتنين تلاتة. تعالوا بقى كده كأننا اعديد مع بعض في الفصل وهنبتدي نشتغل. هات الاولاني مع الاميتر. ثم الاميتر اخد اي ملف بالنسبة لي توالي. خلصت. او مواخد ملفين. طب تعال اشوف الخط التاني. مع الاميتر رقم اتنين. مع احد ملفات الواط ميتر. خلص تشتغل انا بتاعته. ومنساش نقطة اللحام. تعالوا نشوف النقطة التالتة. ادي تالت اميتر. مع التالت الملفة لخلصة الشكلانة. ايه المشكلة فيها? بلاحز ابنائنا وبناتنا الخطوط ده اخلا ببعض انا بقول لك فصل المشكلة. بمعنى ملفات التوازي الوحدة وملفات التوازي الوحدة. تعالوا نشوف مع بعض بقى ملفات التوازي. ده جهاز الفلتاميتر. بدل ما احط تلاتة فلتاميتر بحط المفتاح ناخد. وده جهاز قياس الترد بتوصل توالي. توازي. ادي الفلتاميتر. وادي ملفين الجهد هنا. ملفين الجهد ينفع اخد منهم مشترك. طب انا عندي هنا التلات مصهرات. وبعدين ملفات الابتدائية في المحاول الجهد. اخد التلات خطوط بالنسبة لي بالشكل ده. تمام. هنا المفتاح الناخب. اللي ما بيعرفش يرسمه عن طريق المصرة. هقول لك طريقة بسيطة جدا ان انت تيجي هنا على الدايرة. وهتبتري تاخد تلتين الدايرة من فوق. تلتين الدايرة من ناحية التانية. من ناحية تحت هنا تلت يمين وتلت شمال. وهتحط المشابية اللي بتحرك عليها الدراع في النص. واحنا شرحناها في الرموز ادي المفتاح الناخب اللي بيخليني استغنى ان انا محطش على تلت تلت فولتاميرات وحط ريشة المتحرك. يبقى ده مع الاولاني. ده هنا مع التاني. ده هنا مع التالت. اه خلصت اه تقريبا ده كده جهزت. اقول له حضرتك ادي طرف. وقالي التاني طرف. جهاز قياس التردد ادي الطرفين بتوعي. تب الواطميتر اقول له واحد. انا عندي تلت اطراف اتنين. وقالي الطرفي التالت. طب كوزين فاي ادي واحد بالنسبة لي وانا واخد مشترك وقالي التاني وقالي الطرف التالت. الدائرة كلها ترسمت اه ترسمت. كل دي خطوط عملناها ازاي? فصلنا او فتتنا المشكلة بتاعتها ان احنا رجعناها العوامل الاولانية. توالي وتوازي. نبص بقى دائرتنا كده على الشاشة. وحنقولها بالزبط مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض كده شاشتنا هتقول ايه? ادي ثلاثة اميتر. و ادي كوزين فاي. و ادي الواطميتر. جهاز البلطميتر المفتاح الناخب. مع المفتاح الناخب للبلطميتر. ده انا بصيت للشكل على طول طبيعي. الناس متخصصة. كل دي خطوط. ما احنا قلناها على الطبيعة. فصلناها ازاي? قلنا نفتت المشكلة بتاعتها. التوالي الوحده. والتوازي الوحده. وخدناها خط خط مع عدد الملفات. وابتدينا نشتغل. الفنيات بتاع ابنائنا وبناتنا. ونعمل فيكم جميعا نستقى بالنجاح. ان بيبتدي يبتدي بصوا على التوصيلة نفسها. توالي او توازي. نجمة او دلتا. فيه طبعا توصيلات تانية. ان شاء الله ندرسها فيه اسناء العام الدراسي. هتلاقي كل دايرة بالنسبة لك حاجة بسيطة جدا. بس عايزة هنا المتخصص ازاي يبتدي يشتغل معه. دي الدائرة اللي قدام مني اللي هي دائرة تغزية ملفات الاقطاب لمولد طيار متردد سلسل اوجه. باستخدام التغزية النفسية عن طريق توحيد الطيار المتردد الى طيار مستمر. وتغزية ملفات الاقطاب مرة اخرى. باستخدام ست موحدات. واحنا قلنا في شرحنا. الست موحدات معناه ايه? ان انا باخد تقريبا واحد وخمسة وتلاتين في المية من القيمة المترددة احولها الى طيار مستمر. يعني تقريبا داعف القيمة وتلتها. داعف القيمة وتلتها. دي دائرة المولد الطيار المتردد اللي على شاشتنا بالشكل ايه عنه? الدائرة اللي قدام منينا هنا بقى هنبتدي نشتغل على الحمايات. وحبتدي ابتدي اسأل ابنان وبناتنا بقى مش هنقعد نشتغل كده على طول. نبتدي نسأل ابنان وبناتنا فيها. فاكرين لما قلنا فيه الرموز اللي على الشمال يبقى ايه? واللي على اليميني بقى ايه? ايوة. اللي على الشمال بالنسبة لي بقدد نقص. اللي على اليميني بقدد زيادة الطيار او الفلت. ده الدائرة اللي قدام مني عبارة عن مين? دار الخطية والتنفيذية لمولد طيار متردد ثلاثي الاول. تغدى ملفات اقطاب ازو منتج سابت تغدى ملفات اقطابه عن طريق مصدر طيار مستمر. ثم مزود بحماية حرارية ضد زيادة الطيار وحماية مغناطيسية ضد زيادة البلت. اللي هي الاوفرلود. اللي هو المفتاح الان اوف. اللي حضركه في التدريبات العملية اللي هي الورش. بتسميه البوش بوتون اللي هي النقطة 13-14 ودايما بيكون اعمل. يبقى الدار اللي قدام مني عبارة عن ايه? ادي الباور سبلاي. تلاتة وفيه النيوترال او الامي بي. ميديام طين. وادي التلات فيوزات. ثم المفتاح الاوتوماتيك. وادي الحماية الحرارية. ثم الحماية المغناطيسية. يبتدي نكمل ولا حضراتكم? نكمل. هنا منتج ثابت متوصل نجمة. ثم ملفات الاقطاب. ثم التغذية عن طريق مصدر الطيار المستمر. لاحز كده حضرتك ادي الحماية الحرارية. وادي الحماية المغناطيسية ضد زيادة البلت. تاب الاوفرلود. اللي هو المفتاح الاوتوماتيك بالنسبالي. ادي ده بالنسبالي الان. و ادي الاف. ثم الحماية الحرارية والمغناطيسية. ثم الكويل. وهنا النقطتين اللي احنا قلنا عليه. اللي حضراتكم بتقول عليهم نقطة رقم تلاتاشر واربعتاشر لما بتيجي تشتغالها في زملائنا الافاضل في التدريبات العملية في الورش. نقطة رقم تلاتاشر واربعتاشر. على اعتبار ان تمفتاح كله الان اوف. كله متوصل توالي. الا النقطتين دول بس هما المتوصلين توازي. توازي مع مين? مع الان. توازي مع مين? مع الان. تعالوا نشرحها على الدايرة. ونفهم هي كانت ماشية ازاي? الدايرة قدام مني هنا. الوفرلود وقت الحماية. بابتدي اخد طرف من ال ال الواحد او ال الاتنين والاتنين. امشي توالي. امشي توالي. ده مفتاح الان. مفتاح الحماية الحرارية والمغناطسية. الكل الى الميديان باين. لاحظت حاجة? طرف واحد ماشي معي. كلها توصيلة ايه? توالي. ما عادة? النقطتين تلاتاشة اربعتاشة اللي هما متوصلين توازي. ليه? لو النقطتين دول مش موجودين ده ضاغط. بقول لو النقطتين دول مش موجودين ده ضاغط. الضغط انت بتدوس على المفتاح? يبتدي هنا يلوط معاك الريش تشتغل. طب لو سيلت ايدك? هيفصل تاني. هفضل بقى حاطت ايدي على الضغط كده? لا. فاستغنينا عنه بالنقطتين لهم تلاتاشة اربعتاشة. حضرتك ده ضغط هنا بدل ما تتحرك تلات ريش بتتحرك اربعة. يبقى ريشة التعويض ابتدت تشتغل. تقفل الدايرة. بالبلد كده كده زي بنقولها في الحالة عملية عملنا كوبري. عملنا هنا كوبري على التوصيلة بتاعت الان. بحيس ان انا انا بمارفع ايدي من الضغط دي متوصلة ولا مش متوصلة. يبقى الدايرة شغلة. طيب. لاي سبب الحرارة زادت. الاوفرلودي هنا يبتدي يحرك الريشة يفصل الدايرة عن الشبكة. طيب لو زاد المغناطيس والفولت. يبتدي الريشة هنا تتحرك تفصل الدايرة عن الشبكة كلها. دي ابسط الحمايات اللي موجودة في الدوائر. سواء للمولدات او المحركات او المحولات. وكلمة في سروركو كده هي اللي موجودة عندنا في القواطع الاوتوماتيك اللي هو الازدواج الحراري. اول ما الطيار يعني على طول الريشة بتفصل. يبقى فيها ازدواج حراري او حماية ضد زيادة الطيار. اللي هي عدلوقتي الحرارية من بينولها المفتاح فصل يبقى فيه طيار زايد او فيه افلة او 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 او. دي ابسط الحمايات اللي موجودة في دوائر المولدات او دوائر محركات او دوائر المحولات. بعد كده بقت الكترونية وحندرسها ان شاء الله بباب المحركات. لو خدنا دايرة تانية من الدوائر اللي بيقولوا عليها الدوائر التقيلة. يعني ايه تقيلة? شاملة حاجات كتير قوي. بس شاملة حاجات احنا شرحناها بداية كل دايرة على حدة. هنبتلي نتكلم عليها الدايرة قدامي الباور سابلاي في وزاة تلت اوجو. مفتاح قاطع اوتوماتيك. حماية حرارية. محول طيار. محول جهد. تلت اوجو. مؤلد طيار مترد سلاسي الاوجو. متوصل دلتا دو منتج ثابت. ملفات الاقطاب تغزى عن مصدر طيار. عن طريق مصدر طيار مستمر. لو لاحظت هنا وكتب لي الاجهزة. الاميتر ثلاثة واتميتر ثلاثة اوجو. ثم معامل القدرة كوزين فاي. جهاز قياس التردد والفولتاميتر. هنا في زيادة علي هنا. لو لاحظتوا كده ابنانا وبناتنا دي متوصلة توازي. جبتها منين? نلاحظ كده ان جهاز الفولتاميتر او محول الجهد معه مصهر. ونحن اخدنا هذا الكلام في اجهزة القياس في الصف الثاني. محول الطيار لا يتصل معه مصهر. يعني انا لو مش متذكر ابتدى اشوف اهدى معه مصهر يبقى محول جهد يوصل على التوازي. طيب لما معهوش مصهر ابتدى اشوف توصيلته بقى. لابد ان يكون محول طيار يتوصل على التوالي. لو لاحظتوا على الرسمة محول الجهد ايه بقى زي ما احنا قلناها كده في الرموز واخد من الجهد ما اخد من ال سباور سبلاي. اما محول الطيار قاطع الباور سبلاي. تعالوا نشوفها كده مع شاشتنا. محول الطيار قاطع الفردة. قاطع الفردة. اما محول الجهد واخد من الفردة. واخد من الطرف الاصلي. فرقوا لان دي بتبقى نوات بسيطة جدا بتؤدي الى خطأ في الرسمة. تعالوا ننفذ الكلام ده. قاطع الباور سبلاي والمصهرات. القاطع الاوتوماتيك ولسه شرحينه. اللي هو قلنا هنا محول الجهد. خدت بلك هنا. محول الجهد. بتوصل على التوازي واخد طرفين. مع مين? ملف التري وملف الثانوي. وقاد الطرف برضو توالي. الان ثم الوف ثم القاطع الحراري ثم القيل ثم الى المحول. طب النقطة تلاتاشة اربعتاشر هما اللي احنا قلنا عليهم الكبري هنا بالنسبة لمفتاح الضاغط اون. قاد الحماية الحرارية والقاطع بتا. طب هنا ده ايه? برافو عليكم. لا صحيح. محولات طيار. ده قاطع الطرف الرئيسي. تمام? ملف تري وملف ايه? ثانوي. طب وهنا. لا ده محول جهد. تمام? لان واخد من الطرف الرئيسي. هنا ملفات العضو الثابت. متوصلها. دلتا. واحنا قلنا الدلتا ممكن نعملها بطريقتين. ثم ملفات الاقطاع. هي العضو الدائر. هارف تمنين اجيرة جاينة. الطرف على الدائرة الصغيرة. اللي هو جاي من مصدر الطيار المستمر. ثم حلقات تنزلق. وهنا. متوصل اميتر طيار مستمر. هو حد يحط الاميتر وعليمه علامة الطيار المتردد. ثم فولتاميتر طيار مستمر. وبقيت الدائرة اللي هي المقاومة للتحكم في قيمة الطيار التغذية. ثم المفتاح. ثم المصيرات. ثم الباور سب لاي للدائرة الدي كارانت. البوزتيف والنيجاتيف. الدائرة. احنا جبنا دائرتين. وحنجيب دائرتين كمان. فيهم اجهزة القياس. ده بيدي اهمية طبعا. ان ما في دائرة. سواء في المحولات. او المحركات. او المؤلدات. الا لما يكون فيها جهاز قياس. اما لا نعرف منين? الطيارة عندي كام? الجهدة عندي كام? القدرة اللي طلع كام? او داخلة كام? الجاتافاي كوزين فاي معامل قدرات دي ايه? طب التردد اللي شغال معايا في الشبكة كام? فدايما لوحة اجهزة القياس من اللوحات المهمة جدا في الحالة عملية. وطبعا في مادة الرسمة. ليه? بتبين اهمية وكيفية معرفة الطالب المهاري اللي احنا بنأمل انه يتخرج جميعا ان شاء الله بالتوفيق. ان يكون عارف الاجهزة دي بتتوصل ازاي? بتتوصل ازاي? توالي وتوازي زي ما قلناها? وشفناها وعملناها لحضراتكم في قناتنا. قناة التعليم الفني بادينا. يعني ما قلناكش الراسم هي تبتدي بقى اشتغل وشوف تلاقي الخطوط عندك كتير لها. الدوار دي ابنان وبناتنا من الدوار مهمة جدا. اللي هي بتبين. محولات الطيار محولات الجهد. وكمان في محول القدرة. هنشوفه في دي برضو من احدى الدوار. اللي هي بقى التغذية هنا مختلفة. يعني احنا جبناها بس كده. التغذية عن طريق مولد طيار مستمر. هتلاحظوا الفرق ما بين الدائرة دي والدائرة اللي فاتت. ان احنا جبنا التغذية عن طريق البطارية. التغذية عن طريق. النفسية او التغذية عن طريق مولد طيار مستمر. دي طرق التغذية اللي مقررة في مادة الرسم الفني. طب خدنا ازاي محول الطيار ومحول الجهد. ابنائنا وبناتنا باشرح هذه الدائرة اللي على شاشتنا شاشة القناة التعليم الفني. نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نتمنى لكم التوفيق. يا رب يحفظ بلدنا من كل شرق. والى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.